على جانب آخر زي ما حضرتكم تابعتم معنا أثناء زيارة السيد الرئيس إلى روسيا مصر وروسيا بيحتفلوا بمرور 75 عام على العلاقات الدبلوماسية فيما بينهم والحقيقة انبارح الجامعية المصرية لخريج الجامعات الروسية والسوفيتية نظمت احتفالية كبرى بالاحتفال بمرور 75 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا وتم تكريم متبادل بين وزارة الثقافة والسفارة الروسية وشهد الاحتفال نشاطات كثيرة جدا زي ما يلنا أعدوا تقرير عن هذا الاحتفال نشوفه ونرجع مع حضرتكم احتفالية كبرى أقامتها الجامعية المصرية لخريج الجامعات الروسية بمناسبة مرور 75 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا بالمصرح الصغير بدار الأبرى المصرية وبحدوث الاتحادية الزكرة المجيدة 75 مناسبة رائعة لطرح الأسئلة كثيرة حول تاريخ وأحوال هذه العلاقة المجيدة تربط بشكل دائم ووسيق بين بلدين الصدقين تسلمت درع التكريم من السفارة الروسية وأيضا نحن يعني أعطينا درع الوزارة للسفير الروسي ده يعني تعبير رمزي عن التقدير والاحترام المتبادل تضمن الحفل تكريما متبادلا بين وزارة الثقافة والسفارة الروسية وعروضا فنية للفرقة القومية الشعبية التابعة لقطاع الانتاج الثقافي في ظل علاقة متميزة جدا وخاصة بعد ذات الرئيس الأخيرة إلى روسيا نتكلم في شراقة عامة أو شاملة نتكلم في مشروعات قبرى بتهم الشرع المصري بشكل كبير جدا مشروع المفاعل النووي في الضبعة مشروع المنطقة الصناعية الشرق بورسعيد مشروع تجديد شبكة السكك الحديدية كل هذه المشروعات العملاقة بتتم مع روسيا حاليا جاءت مناسبة الاحتفال بمناسبة زيارة الرئيس السيسي لبوتين وروسيا ونحن نأمل أن العلاقات اللي تحدثوا فيها نحن عارفين أنه صديق وفيه صديق مخلص وبيعطي أكتر مما يجب العلاقات الروسية المصرية ممتدة منذ ستينيات حيث أكد المشاركون على عمك العلاقات المتبادلة التي تجمع بين روسيا ومصر حكومة وشعبا والتي شهدت في الآوينة الأخيرة نقلة نوعية من التطور والشراقة بين الجانبين مارو عاطف الحياة اليوم